إلى قطاع التربية الآن ورغم مسأل المسؤولة الأولى عن القطاع نوريا بن غبريت في تطوير وأصلاح القطاع من خلال تغطية العجزة الحاصل في عدد الأساتذة من خلال فتح المناصب والمسابقات إلا أن الخبراء يعبون طريقة التكوين القديمة المعتمدة التفاصيل مع ناسم الوفي لا تزال وزارة التربية الوطنية تعتمد في تكوينها للأساتذة الجدود على الطرق الشكلية والتقليدية التي أكل عليها الدهر وشرب في وقت يصر فيه خبراء التربية على ضرورة إعادة الوصاية دراسة كيفية تأطير الأساتذة التي تتطلب تكوينا طويل المدى من الأفروض يكون أكثر من ثلث أشهر تكوين يستحيل تكوين الأستاذ في يوم أو يومين أو ثلاث أيام 15 يوم 20 يوم يقولوا بأن يكوننا أستاذ أو في كل سبت كل أيام السبت يقولوا أروح تقري وأروح تكوني يوم السبت نكونوك لازم التكوين يكون طويل مدى سنة كاملة لازم يروح الميدان أن يحتك بأستاذ قديم أستاذ خبرة يقعد معاه في القسم طيلة مدة طويلة خمس أشهر ست أشهر في القسم ويخليه الأستاذ هذا كي يتجرب الخروج من التكوين الشفهي إلى الميدان بتكليف المفتشين التربويين بعملية تأطير الأستاذ يسمح بالتحكم الجيد في طريقة إلقاء وأداء الوافدين الجدد على قطاع التربية المفتش هو اللي يأطر مع تأطير المفتش يعني المفتش يقوم بتوزيع الأستاذ على المؤسسات بحيث كل أستاذ قديم ذو كفاءة يحكم تلت أستاذ ومدة شهرين لكن يكون تحكم في إلقاء الدرس على أحسن ما يرام في التحكم في تربية التنامذ وفي تربيتهم عدم إيلاء وزاعة تأطير وتكوين الأستاذ